بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصل الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سادتي مشاهدي قناة المهدي الفضائية وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامجكم بشارات إلهية هناك آية وردت مرتين في القرآن الكريم وهذه تدل على أهمية هذه الآية المباركة هذه الآية قوله سبحانه وتعالى قال ربك هو علي هي هذه من أحد الأمور التي تكررت مرتين في نفس السورة في سورة مريم الله سبحانه وتعالى أخبر عن هذه القضية أولا في قضية زكريا والثانيا في قضية مريم وعيسى الأولى مع زكريا ويحيا والثانية مع عيسى ومريم سلام الله عليهم أجمعين هذه فيها دلالة وفيها بشارة للإنسان المؤمن بأنه قال ربك هو علي هي كل مصيبة كل مشكلة كل معضلة تمر بك أيها الإنسان المؤمن في هذه الحياة لا تعتقد بأن نهاية العالم قد حانت وقد حلت عند ابتلائك بهذه المصيبة أو بهذه البلية بعض الأحيان الإنسان يصاب ببعض المصائب ببعض البلايا ولكن عندما يصاب بهذه المصيبة يقنط يتضجور يمل يتكلم ببعض الكلمات غير المناسبة غير اللائقة يفعل بعض التصرفات غير المناسبة بحقه يظلم يتكلم ببعض العبارات التي فيها قسوة فيها جرح لبعض الناس المؤمنين كل ذلك بماذا بحجة ماذا عندما تسأله لماذا تصرفت هكذا لماذا تكلمت هكذا يقول لك أنا مبتلى بكذا بلية بكذا مصيبة عندي ظرف معين عندي مشكلة معينة ليس من ديدا الإنسان المؤمن أن يفعل هذا الإنسان المؤمن دائما قلبه ووجهه يجب أن يكون مبتسما مليئا بالثقة مليئا بالطمئنين واثقا بالله سبحانه وتعالى لاحظوا الله سبحانه وتعالى في قضية زكريا ويحيا قال هذه الآية المباركة قال ربي أنا يكون لي غلام زكريا يقول قال ربي أنا يكون لي غلام وكانت امرأتي عاقرا وقد بلغت من الكبر اعتيا هو طلب الغلام من الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى بشره بيحيا هو من الناحية الطبيعية لا يمكن أن يولد له ولد بلغ سن العجز بلغ من الكبر اعتيا كما عبر عنه وامرأته عاقر يعني الأسباب الطبيعية غير متواجدة لا فيه ولا في زوجته هل يمكن أن يولد له ولد يولد له غلام الله سبحانه وتعالى ماذا قال له قال كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تكو شيئا هذه الآية الأولى الآية الثانية رب العالمين تحدث عن قضية مريم وعيسى سلام الله عليهم من الناحية الطبيعية هل يمكن لمريم أن تلد ولدا وهي غير متزوجة أصلا مستحيل قالت أنه يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أكو بغية غير متزوجة هل يمكن أن يلد لي غلام أن يلد لي ولد قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة ورحمة منا وكان أمرا مخضية هل أنت أيها الإنسان المؤمن حالتك وظروفك التي تمر بها ومشاكلك التي ابتليت بها في هذه الحياة هل أصعب من قضية زكريا ويحيا أم أنها أصعب من قضية مريم وعيسى سلام الله عليهم أيهم هل يمكن أصلا أن تقارن حل مشكلتك وحل هذه المصيبة وحل هذه البلية التي تمر بها هل من الممكن أصلا أن تقارنها مع ما حدث مع زكريا وما حدث مع مريم سلام الله عليهم لا يقارن أصلا ولكن مع ذلك رب العالمين في الآية الأولى قال قال ربك هو علي هين وفي الآية الثانية وفي المثال الثاني قال ربك هو علي هين فالحقيقة يحتاج الإنسان المؤمن إلى أن يكون واثقا بالله سبحانه وتعالى له أمل له ثقة بالله سبحانه وتعالى بأن كل المشاكل التي يمر بها في هذه الحياة هي هيينة على الله سبحانه وتعالى من الممكن أن تحل بلمح البصر ولكن يحتاج الموضوع إلى صبر يحتاج إلى تأني ويحتاج إلى ثقة ويقين بالله سبحانه وتعالى تجدون بأنه هناك رواية وردت عن الإمام الصادق سلام الله عليه قال لما صعد موسى عليه السلام إلى الطور فناجى ربه عز وجل قال يا ربي أرني خزائنك قال يا موسى إنما خزائني إذا أردت شيئا أن أقول له كن فيكون هذه هي خزائن كل شيء أريده لا يتعدى هذا الموضوع أنه أقول له كن فيكون أنت مشكلتك أيها الإنسان المؤمن كذلك إذا توجهت إلى الله سبحانه وتعالى بصدق نية وبإخلاص وبيقين الله سبحانه وتعالى يقول لهذه المشكلة كن فيكون يحلها بلمح البصر يهيئ لك أسباب حلها في مواضع وفي أمور لا تتوقعها أصلا كم نحن مررنا بمشاكل عويصة وبمشكلات وبمصاعب وتوقعنا بأن هذه المشاكل لا نهاية لها أصلا من الممكن أن تستمر معنا إلى نهاية حياتنا ولكن الله سبحانه وتعالى هيئ لنا ووفر لنا الأسباب في حل هذه المشاكل وحل هذه الصعوبات الله سبحانه وتعالى يقول وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعْجِزَهُ من شيء في السماوات ولا في الأرض هل يوجد شيء يعجز الله سبحانه وتعالى؟ لا يوجد لا يوجد شيء يعجز الله سبحانه وتعالى هذه مشاكلك هذه مصاحبك أمام قدرة الله سبحانه وتعالى لا شيء ولكن الأمر يحتاج إلى حسن ظن بالله تعالى يحتاج إلى يقين لذلك تجدون بأن رسول الله صلى الله عليه وآله في حديث له طبعا أنا أأخذ فقط موضع الشاهد يقول وَالَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُو قَسَمْ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وآله لا يحسن ظن عبد مؤمن بالله إلا كان الله عند ظن عبده المؤمن قسم إذا كنت حسن الظن بالله تعالى الله سبحانه وتعالى يكون عند حسن ظنك لماذا يقول رسول الله صلى الله عليه وآله لأن الله كريم بيده الخيرات كل الخير في هذه الحياة بيد الله سبحانه وتعالى يستحي أن يكون عبده المؤمن قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاه أنت إنسان كريم تستحي إذا قصدك شخص وكان يتأمل فيك خيرا تستحي أن ترده حتى وإن كانت هذه الحاجة ليست بإستطاعتك حتى وإن كانت هذه الحاجة مكلفة بالنسبة لك حتى وإن كانت هذه الحاجة تحتاج إلى جهد وعناء ولكن عندما تجد بأن هذا الإنسان قد أملكه وقد ظن بك الخير وتوقع بأنك تقضي له الحاجة لا ترده فهل أن الله سبحانه وتعالى يرد عبده المؤمن وهو الكريم وهو الذي بيده الخيرات عاشا لله تعالى ثم يقول رسول الله فأحسنوا بالله الظن وارغبوا إليه أحسن الظن بالله سبحانه وتعالى وارغب إليه أيها الإنسان المؤمن إذا واجهتك مشكلة واجهتك صعوبة في هذه الحياة التجئ إلى الله سبحانه وتعالى ارغب إلى الله سبحانه وتعالى في قضاء هذه الحاجة وفي كشف هذه المصيبة عنك لأنه كل شيء في هذه الحياة هو هين على الله سبحانه وتعالى نسأل من الله سبحانه وتعالى أن نكون من الأشخاص الذين يحسنون بالله سبحانه وتعالى ظنهم ويحشرون مع محمد وآله الطاهرين في الآخرة والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر